قال وائل الأب المجد الممثل الخاص لرئيس قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ إن مصر ستطالب الدول المتقدمة بتنفيذ تعهدات المناخ بينما تدعم مصالح الدول النامية وكانت قمة العام الماضي في اسكتلندا قد انتهت بتعهد ما يقرب من 200 دولة مشاركة بتعزيز التزامتها المتعلقة بالمناخ لكن البلدان الغنية خيبت آمال كثيرين بعدما قالت إنها لن تقدم 100 مليار دولار سنويا تعهدت بها بين عامي 2020 و23 لمساعدة البلدان النامية على التحول نحو الطاقة النظيفة والتكيف مع الارتفاع العالمي في درجات الحرارة تتواصل الاستعدادات المصرية لاستضافة قمة المناخ في خطوة باتت محل اهتمام كثير من الدوائر الاقتصادية والسياسية في البلاد وفي هذا الصدد يقول وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس قمة كوب 27 إن مصر ستطالب الدول الأخرى بالتحرك لتنفيذ تعهدات المناخ بينما تدعم مصالح الدول النامية وتتولى مصر رئاسة محادثات الأمم المتحدة للمناخ من بريطانيا وقد انتهت قمة العام الماضي في جلاسكو بسكوتلندا بتعهد ما يقرب من 200 دولة مشاركة بتعزيز التزاماتها المتعلقة بالمناخ هذا العام نعتزم التحرك بشكل أسرع على الرغم من الظروف الصعبة للغاية وبهدف تعزيز التمثيل العالمي في قمة المناخ القادمة سعت مصر إلى تسريع إجراءات الاعتماد لمنظمات المجتمع المدني من إفريقيا غير الممثلة بشكل كاف وتواجه قمة المناخ تحديات كثيرة خصوصا أن البلدان الغنية خيبت آمال كثيرين في القمة السابقة بجلاسكو بعدما قالت إنها لن تقدم 100 مليار دولار سنويا تعهدت بها بين عامي 2020 و 2023 لمساعدة البلدان النامية في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكيف مع ارتفاع درجات حرارة العالم ومسألة تقديم هذا التمويل تأتي ضمن أولويات مصر بالنسبة لقمة كوب 27 وقال أبو المجد في مقابلة إن مصر تريد أيضا التركيز على تدبير تمويل منفصل للخسائر والأضرار أو تعويضات للدول المعرضة للمخاطر والتي تعاني بالفعل من التقس السيء المرتبط بتغير المناخ قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يناقش ملفا هاما وهو صناعة الخضراء ما يعني ترشيد استعمال الموارد من المياه وغيرها وأكدت وزيرة البيئة أن المؤتمر يتيح الخروج بآراء ومقترحات مختلفة بشأن تغير المناخ وملف التحول الأخضر وأشرت الوزيرة إلى أهمية استعمال الموارد بكفاءة واستغلال الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن قطاع الصناعة هو ضمن الأولويات في قضايا تغير المناخ مع قطاعات النقل والمخلفات نرحب عبر خدمة زوم بالأستاذ أحمد نبيل مستشار الطاقة وتغير المناخ أرحب بك أستاذ أحمد يعني قضايا المناخ أخدت أو بدأت تاخد حيس كبير في الفترة اللي فاتت لكن الخبر اللي كان قبل دعا على طول بيتعلق بتنصل كتير من الدول الكبرى اللي كانت تعهدت ويعني وعدت بأنها ستمنح مليارات كثيرة لدعم هذا التحول إلى الاقتصاد الأخضر والصناعات غير الملوثة للبيئة ربما بسبب الأزمة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا لا غير ولكن في النهاية واضح أن هناك تنصل من الالتزامات السابقة وده قد يعيق وقد يكون عائق أمام الدول النامية إنها تتحرك أكثر في هذا الملف فبتشوف إزاي الموضوع ده وهل مصر بشطفة خاصة مؤهلة إنها تكون جزء من هذا التحول تمام في بداية حديثي يعني أريد أن أرحب بك أو بالسادة المشاهدين وإذا سمحت لي قبل أن أسترسل بالحديث لنحصر سويا تعريف الطاقة الخضراء أو النظيفة أو المستدامة فالطاقة المتجددة أو النظيفة هي الطاقة التي يتم جمعها أو العثور عليها من الموارد الطبيعية مثلا زي ضوء الشمس، الرياح، الأمطار، الألماء وهكذا فعلى موضوع التمويل والدول التي في الاطلاع الآن يعني التمويل ليس عائق وهذا كان عائقا في زمن فائت لكن الآن التمويل غير عائق لأن التكنولوجيا تطورت وأصبحت في متناول الجميع لكن هناك أربع محاور يجب على مصر في الخصوص يعني أن نتنظر إليها بشكل خاص وهي الاستكشافات الموارد المتجددة مثل مثلا الطاقة الأرضية الجوفية والطاقة الأضوئية والشمسية لأن مصر يعني غنية جدا بهذه الطاقة ومثلا في محطة بنبان في غرب الصحراء الغربية يعني تقدر أنها تغطي أكثر من نصف مليون بيت فقط من هذه المحطة فهناك أربع محاور يجب أن تركز عليها مصر والوطن العربي بشكل عام وهو التحول أول محور هو التحول إلى الطاقة الكهربائية لأن الطاقة الكهربائية يعني نقدر نستخدم بعديها مثلا الهايدروجين النظيف واستخدامها بشكل نظيف ولائق طيب لكن أنت قلت أن ده غير مكلف لكن غير مكلف ربما لشريحة معانا من الدول لكن دول أصلا عندها أزمات اقتصادية عندها قروض أصلا نتكلم مثلا عشان توطن مثلا صناعة السيارات الكهربائية علشان تستخدم الكهرباء بشكل أكبر في الصناعة ده محتاج تغيير كل في البنية التحتية كمان للدول دي وده يستدعي كتير من الموارد وبما أنك شرط المحط التقى الكهربائية بنبان يعني هي نموذج للفكرة أو المخرج الثاني اللي هو فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أن القطاع الخاص يكون هو شريك وهو اللي بيمول ده الحكومة بيستفيد أيضا من أرباحه هل بتشوف ده ممكن يحصل كمخرج لتراجع بعض الدول الكبرى عن الدعم أنه يكون في شراكة أكبر بين القطاع الخاص والحكومات بالتأكيد وده المملكة المتحدة يعني رائدة في هذا المجال يتم التمويل عن طريق الضرائب التي تدفعها الناس وعن طريق الشركات الخاصة لأن الجميع مستفيد يعني الجميع مستفيد من توفير الطاقة من توفير المال الذي ينفق على يعني استخراج البترول والوقود الأحفوري فالتمويل الخارجي مطلوب لكن إذا لم يتوفر التمويل الخارجي فالتمويل الداخلي مهم جدا وهي سياسات دولة يتم توفير هذه السياسات لخدمة المواطن عن طريق توفير الكهرباء النظيفة إذا كانت أولوية في الدولة فستكون سهلة ومتاحة للجميع أنا أشكرك شكرا جزيلا أحمد نبيل مستشار الطاقة والتغير المناح على هذه المناحة